التساع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش مجازو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع لمتابعة الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء بأن تهدف جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية تنمية سيناء إلى صياغة مصار تنموي متطور ومتكامل الأركان يشمل مدنها وقرها كما وجه الرئيس السيسي بدعم المجتمع السينوي وزيادة مساحة التطوير الحضاري على حساب ما كان قائما من غياب التخطيط مع تدعيم تلك الجهود بدراسات الاجتماعية والإنسانية المعمقة واللازمة وقال متحدث الرئاسة أن الاجتماع شهد استعراض المخططة الاستراتيجية العام لتنمية شمال سيناء باشتراك جميع وزارات وهيئات الدولة إلى جانب عرض المحددات الرئيسية في هذا الصدد كما تم استعراض نتائج التجارب السابقة للدولة لتطوير سيناء فضلا عن الإجراءات والجهود التي تم اتخاذها لتطهير سيناء من الإرهاب وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة عدد المستشفيات بالعاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى الإسراع في الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء الحي الدبلوماسي على نحو متكامل مع الأحياء الأخرى بالعاصمة الإدارية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع لواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وعدد من المسؤولين وصرح متحدث الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية كما اطلع الرئيس السيسي على مستجدات تطوير منطقة المقتم خاصة ما يتعلق بحصر قطع الأراضي الفضاء لحسن استغلالها إلى جانب إنشاء مجمع أسواق المقتم وكذلك تطوير الكورنيش ورفع كفاءة المرافق وشبكة الصرف الصحي أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تأسف على مقتل عدد من العسكريين الروس بضربة صاروخية نفذها الجيش الأوكراني ليلة رأس السنة وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إنه ليس هناك أي تحصر من جانب الإدارة الأمريكية مضيفا أن الأوكرانيين تعرضوا للغزو وهم يقاومون ويدافعون عن أنفسهم مشيرا إلى أن العسكريين الروس الموجودين على أراضي أوكرانية هم هدف مشروع لأي عمل عسكري تقوم به أوكرانيا أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية وزراعة الفاو عن إطلاق مبادرة بقيمة 15.5 مليون دولار لتجنب خطر أزمة غذاء في أوكرانيا وأكدت المنظمة أن المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة في أوكرانيا بحاجة مسا إلى مزيد من الدعم لتجنب أزمة الغذاء مضيفا أن المبادرة سيقوم بتمويلها للاتحاد الأوروبي حيث سيساعد المشروع في الحفاظ على الإنتاج الزراعي بأوكرانيا بعد أن أكبرت العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا منذ فبراير من العام الماضي العديد من المنتجين الرفيين على تقلص أنشطتهم أو التخلي عنها وسط تدمير المحاصيل والمعدات الزراعية وتعطيل سلاسل الإمداد انتقدت منظمة الصحة العالمية تعرف الصين الجديد للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا مؤكدة أن الإحصائيات لا تنسجم مع عودة انتشار الوباء في البلاد ومجددة تأييدها لإجراء فحصات على المسافرين القادمين من الصين وقال المسؤول عن إدارة حالة الطوارئ الصحية لدى منظمة الصحة العالمية مايكل راين إنه يعتقد أن الأرقام الحالية التي تنشرها الصين لا تعكس حقيقة تأثير المرض لما يتعلق بالاستشفاء ودخول العناية المركزة وخاصة الوفيات عززت الجزائر موقعها كثاني أكبر مورد للغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا متفوقة على روسيا وبحسب منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك ترجعت الطلبات على الغاز الروسي المتضفق عبر أوكرانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي بمعدل 10% ليصل إجمالي الطلبات إلى 38.9 مليون متر مكعب يوميا بدلا من 42.3 مليون متر مكعب يوميا وأشارت أوابك إلى أنه مع انخفاض الإمدادات الروسية عززت الجزائر موقعها بصفتها الثاني أكبر مورد للغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا بمعدل 75 مليون متر مكعب يوميا ورياضيا يستضيف الزمالك اليوم فريق الداخلية على استاذ القاهرة الدولية في الجولة الثانية عشر من الدور الممتاز وفي مباراة أخرى بالجولة الذاتية يحل الأهل ضيفا على أمبي على استاذ المقاولون العرب مشاهدين نهاية موجز التساع ونعود استكمال باقي فقرات صباح الخيرية مصر بعد الفاصل